من جديد يعود الحديث عن انتخاب رئيس جديد للبرلمان ومساره المتعثر هذه المرة على لسان رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري ففي حديث صحفي حول قرارات المحكمة الأخيرة ومنها ما يتعلق بملف رئاسة البرلمان أوضح العميري أن النظر بالدعوة المرفوعة أمام محكمته والتي تطالب بإلغاء مخرجات جلسة اختيار رئيس جديد للنواب أنه لا يمنع أعضاء البرلمان من المضي قدما بتسمية رئيس جديد لهم ولفت العميري أيضا إلى أن إعادة ترشيح النائب شعلان الكريم لرئاسة البرلمان مرهونا بما تقرره الجهات التي رشحته أما فيما يتعلق بدعوى إنهاء عضويته فستنظر المحكمة فيها في الوقت المحدد لها رواتب موظفي إقليم كردستان كانت محورا آخر للحوار إذ أشار العميري إلى أن الشرائح المشمولة بقرار الاتحادية ثبت أنها لم تستلم الرواتب الشهرية بصورة منتظمة وبموعدها المحدد ونبه العميري إلى الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول حصة الأخير من الموازنة مرجعا إلى أنها كانت وراء حرمان موظفي الإقليم من رواتبهم الشهرية حسب تعبيره وبيّن العميري أنه في حال اعترضت وزارة المالية في الإقليم على تنفيذ القرار المذكور فمن الممكن للدوائر الفرعية التنفيذ والتنصيق مباشرة مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية مؤكدا في الوقت ذاته أن القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية وبموجب المادة 94 من الدستور والمادة الخامسة من قانون المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات وحول موضوع إنشاء الأقاليم وفي ظل النظام الاتحادي المتبع في العراق بيّن العميري أن المادة 119 من الدستور العراقي لعام 2005 أعطت الحق لكل محافظة أو أكثر لتكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء يقدم بطريقتين الأولى تتمثل بتقديم طلب على يد ثلث أعضاء مجلس كل محافظة ممن يرغبون بتكوين إقليم تحت المظلة الاتحادية والثانية بتقديم طلب عشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم وأخيراً أوضح العميري أن المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وأنشئت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لعام 2005 المعدل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وللمزيد ينضم إلينا من بغداد الخبير القانوني علي التميمي أهلا بك سيد علي نتساءل كيف تفسر هذا الخلاف الظاهر بين موقف رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى في قضية الأقالم نعم أحييك أخي أستاذ ياسر والسادة المشاهدين شكراً على الاستضافة طبعاً بالتأكيد الدستور العراقي كان صريح وواضح فيه من المادة 116 إلى المادة 122 بشأن إمكانية إنشاء الأقاليم سواء كانت محافظة واحدة تروم ذلك أو عدد من المحافظات أو أنه محافظة أو أكثر تروم الانضمام إلى أقليم قائم طبعاً النصوص هذه واضحة وصريحة لكن يبدو أنه التصريحات التي نسبت إلى الأستاذ رئيس الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء أنا طلعت على التصريح هو لم يعبر عن وجهة نظر الشخصية أو يقول أنه إنشاء الأقاليم غير ممكنة دستورياً وإنما قال أنه نظرة المجتمع إلى إنشاء الأقاليم تغيرت بعد أن كانت هناك رغبة من الناس في إنشاء الأقاليم أصبحت الآن هذه النظرة مقيدة وربما مرفوضة من قبل البعض هكذا كان التصريح لأنه تعرف حضرتك أستاذ ياسر حتى أنه لدينا قانون هو القانون رقم 13 لعام 2008 قانون تكوين الأقاليم نصة بالتفاصيل المملة على كيفية تقديم الطلبات موافقة وجلس الوزراء والاستفتاء موافقة نصف الناخبين زائد واحد مصادقة المحكمة الاتحادية في حالة الرفض الطعن في قرار الرفض ثم إعادة المحاولة بعد سنة يعني تفاصيل جاء بها هذا القانون فالأمور هي واضحة سوى في الدستور أو في هذا القانون مرسومة بشكل دقيق لا يمكن طبعا تجاهله طيب يعني سيد علي موقف المحكمة الاتحادية الجديد من أزمة اختيار رئيس مجلس النواب يعني يبدو أنه رمى الكرة في ملعب القوى السياسية التي تحتج منذ فترة بأنها تنتظر قرار المحكمة قبل أكمال إجراءات الدستورية للقضية هل هناك سنة قانوني يقوي موقف الكتل السياسية أم لا يعني قلناها أستاذ ياسر قلناها من خلال قناتكم المحترمة في لقاء سابق أنه لا علاقة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد بقرار البحكمة الاتحادية لأنه النص صريح في المادة 55 سؤال حضرتك المادة 55 من الدستور صريحة وواضحة قالت ينتخب المجلس أي مجلس النواب في أول جلسة يعقدها ينتخب رئيس البرلمان وهو ما أكدته المادة 12 على 3 من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022 للبرلمان أيضا قالت نفس هذا الموضوع يعني لو فرضنا أستاذ ياسر أنه قرار البحكمة هو أحد الاحتمالين الاحتمال الأول أنه البحكمة تقول أنه الجلسة المطعون بها لانتخاب رئيس البرلمان صحيحة إذا قالت صحيحة فلا إشكال في ذلك يبقون نفس المرشحين واللي يحصل بينهم على نصف العدد لكل زاد واحد يكون رئيس البرلمان أما إذا البحكمة ردتها ردت الدعوة وقالت غير صحيحة وإنها يعني بنيت على أساس خطأ هنا نكون أمام ترشيحات جديدة ففي الحالة هو لا إشكالية في الموضوع حسب المادة 5 أو 50 والمادة 12 من النظام الداخلي وهل سيحسم الجدل بشأن قانون المحكمة الاتحادية برأيك خلال هذه الدورة البرلمانية خصوصا يعني أن الكثير من القوى السياسية ترى أهمية ذلك وتخشى كذلك يعني في ذات الوقت من تسييس القضاء من قبل القوى المتنفذة نعم طبعا بالتأكيد المادة 92 من الدستور استاذ ياسر كانت صريحة وأوجبت أنه يتم تشريع قانون البحكمة الاتحادية الدستورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان وطبعا قالت المادة 92 تتكون البحكمة الاتحادية الدستورية من عدد من القضاء القضاء وفقها القانون والشريعة هذا الناس هو ملزم لأن المحكمة هي تعمل وفق قانونها رقب 30 لعام 2005 هذا كان قبل تشريع الدستور لكن المادة 130 من الدستور قالت يستمر العمل بالقوانين المشرعة إلا إذا عدلت أو ألغيت ونحن الآن في العراق لدينا حتى قرارات مجلس الثورة هي لا زالت نافذة لم تلغى لم تعدل قانون العقوبات مثلا صدر 1969 قانون الأحوال الشخصية صدر 1959 لهذا أنا برأيي تشريع قانون المحكمة الاتحادية الدستوري وفق المادة 92 هو نص صريح وواضح واجب التطبيق لكن هناك كما تعرف حضرتك خلافات حول هل أنه فقهاء الشريعة والقانون هم جزء من هيئة المحكمة أو رأيهم استشاري هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية حول هذا القانون من بغداد الخبير القانوني علي تميمي كنت معنا ضيفا كريما شكرا جزيلا لك